قرر الملك حمد بن عيسى العفو عن المبعدين والهاربين من البحرين في الخارج بدأت الرحلات تتوافد لمطار البحرين عادت مجموعة كبيرة من الشيوعيين المنفيين ومعهم العدد الأكبر من الشخصيات الشيعية المعارضة التي استقرت في إيران ودمشق ولندن وحان لها أن تعود بعد الإصلاح كلهم رجعوا بدعوة من الملك عمل دستور عظيم حقيقة خل الجميع ينخرطوا بالعمل السياسي الملك عمل على تأسيس معارضة إذا نريد مجتمع ديمقراطي تحول ديمقراطي لا بد أن يكون هناك معارضة وتم الاتفاق على عودة المنفيين من نفيوا ومن اختاروا لهم منافيهم الشخصية ومن معهم ورجعوا بالآلاف كلهم القيادات اللي كانوا في الخارج رجع من ضمن من رجع رح أقول لك هذه القصة مهمة جداً من ضمن من رجع شخصية شخصيات كانوا من جماعة الإنقلابية اللي في سنة 81 أحدهم دخل بعدين انتخابات وأصبح رئيس المجلس البلدي في العاصمة اللي هو مرتضى بدر اللي هو اسمه مرتضى بدر كان واحد من القيادات في ذاك الوقت في الثمانينات ونتي كتبت عنه مقالة كذلك؟ نعم كتبت مقالين حول هذا الموضوع خرج وهرب بالواحد الثمانين أو الثمانين ما أذكر وعهد بعد العملية الإصلاحية واستمكن أن يدخل الانتخابات وفاز بالانتخابات وأصبح رئيس المجلس البلدي للعاصمة فهذا أمر يشهد له ويذكر لجلالة الملك فتم التوافق